دكتور عبد الفتاح ست وساطات كبيرة بأت بالفشل تشدد قطري باتجاه المطالب وأنها تنتقص من سيادتها وحتى عندما تم الحديث عن تخفيض المطالب بقي الرفض والتشدد القطري سيد الموقف ما الذي تعول عليه القيادة القطرية في هذه الأزمة؟ في البداية تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين في كل مكان واقع الأمر أن فشل كافة الوساطات الإقليمية والدولية يعود إلى أن هذه الوساطات لم تكن معنية ولم يكن هناك داع أو فرصة للرهان عليها لأن هناك وساطة وحيدة معتمدة يعول عليها الجميع وهي الوساطة الكويتية ثانيا قطر لديها رهانات أخرى منذ البداية لم تكن قطر تراهن على انتمائها الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي أو مجموعة الدول العربية وإنما كانت دائما تتطلع إقليميا ودوليا إلى حلفاء إقليميين كتركيا وإيران وإسرائيل وحلفاء دوليين كالولايات المتحدة الأمريكية وهي تراهن أن أولئك الحلفاء سوف يدعمون موقفها بسبب مصالح اقتصادية وأخرى استراتيجية ومن ثم مضت قطر في تعنتها يضاف إلى ذلك أن قطر ما كانت لتمارس دور دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون دول الجوار وإثارة الإضطرابات لو لا أن هناك من يحركها من خارج المنطقة أي أنها كانت تقوم بدور وظيفي كانت قطر أداة في هذا الدور لخدمة أجندات ومصالح لأطراف إقليمية ودولية أخرى لذلك هي كانت تعول وتراهن على أولئك الأطراف الإقليميين والدوليين أن يدعموا موقفها لأنها تمثلهم وتنوب عنهم وتمارس دورا يخدم مصالحهم بالأساس لذلك مضت في تعنتها ظن منها أن أولئك الحلفاء لن يتركونها وحيدة في مأزقها ومحنتها الراهنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر